السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أصدقائي أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية في هذا الفيديو أردت الأنويكم إلى عطل مشكل بسيط ولكن سوف نتحدث عنه سوف أبينه لكم للناس المبتدئة في هذا المجال وهو مشكل يتعلق بالباور سوبلاي لدينا هنا تلفاز هذا من نوع MGS المهم تلفاز صيني آه هير هذا تلفاز صيني به مشكل لاحظوا أوصلت الآن الكهرباء اللمبة الأمامية تومد على هذا الشكل يعني التلفاز لا يقلع عندما نفحص خرج الباور سوبلاي نجده غير مستقر سوف نفحص عبر هذا الديود هذا نلاحظوا الخرج غير مستقر المفروض أن نجده 12 فولت هنا تابتة وهذا ما يجعل تلفاز الآن لا يقلع وعلى اللمبة تومد على هذا الشكل إذن هذا المشكل هذا من الباور سوبلاي وسوف أريكم يعني سبب هذا المشكل هذا أولا لقد قمت بإصلاح هذا التلفاز هذا كان فاصل الباور تماما بحيث وجدت الفيوز منفجر هوا أثار الاحتراق وجدت هذا الديود أربعة محترقين هذا المقاومة المصفت عموما هذه المكونات التي قمت باستبدالها عندما شغلت التلفاز اشتغل على فكرة هذا المكتف السيراميكي فركبته من تحت هذا هو عموما عندما شغلت التلفاز اشتغل جمعته يعني أقفلته واليوم في الصفاح شغلته يبقى يومد على هذا الشكل هذا فعرفت بأنه موجود مشكل وهذا المشكل هذا سببه هو هذه المكتفة هذه هذه المكتفة هذه خاصة بتنعيم الجهد الذي يغذي الـ IC الآن الـ IC المدبدب الآن عندما شغلت التلفاز يومد على هذا الشكل إذن كيف يومد على الجهد غير ثابت بحيث الـ IC المدبدب الآن شغال بجهد البدء وهذا الجهد البدء هذا فقط يشغله للمرة الأولى فقط هذا الـ IC عندما يشغل للمرة الأولى طبيعة الحال الـ Power Supply تخرج جهد جهود وأيضا لاحظوا هنا ملف هذا هو أطرافه هذا الملف هذا خاص بالتغذية الرئيسية للـ IC إذن عندما الـ Power Supply تخرج جهود حتى هذا الملف هذا يشغل ويخرج الجهد الذي يغذي الـ IC ولكن هذا الجهد هذا حتى هو غير كافي لأن المكتف الخاص بالتنعيم هذا هذا الجهد يعني ضعيف وبالتالي الـ Power Supply تفصل إذن تشتغل للمرة الأولى بجهد البدء يشتغل الـ IC للمرة الأولى بجهد البدء يشتغل هذا المحول يخرج جهد هذا الجهد هذا يكون ضعيف غير كافي للـ IC يفصل يشتغل بجهد البدء وهكذا العملية والتلفاز يعني لا يقلع لأن هذا المكتف هذا دوره هو تخزين الجهد يعني التخزين والتفريغ الشحن والتفريغ يشحن الجهد ويقوم بتفريغه وهذه العملية هذه تتم بسرعة إذن عندما يشتغل الـ IC المدبدب للمرة الأولى تشتغل الـ Power Supply يخرج هذا الملف جهد الجهد الرئيسي الذي يغدي الـ IC هذا الجهد هذا المكتف الذي يخزنه ويقوم بتفريغه للـ IC ضعيف وبالتالي تتوقف تشتغل وتتوقف تشتغل وتتوقف تشتغل وتتوقف وهكذا أصدقائي ويتمنى على أن أكون واضح في هذه المسألة الآن سوف نقوم بعمل حيلة بسيطة وهي التسخين على هذا المكتف ونرى ماذا سوف يحدث إذن سأوصله الآن بالكهرباء عندما نفحص الجهد الآن تظهر 12 فولت وتختفي إذن غير ثابتة وكما شرحت لكم إذن مباشرة سوف نقوم بالتسخين على هذا المكتف قليلا لأن المكتف عندما ترتفي حرارته قليلا يعني يستجمع قواه إذن على هذا الشكل الآن سنفحص من جديد بالمالتي متر لاحظوا هي 12 فولت الآن تابتة رأيتم؟ وبالتالي عندما نلاحظ أو نرى الليد سوف نجده بشكل مستمر إذن عندما نضغط على زر الباور زر تشغيل الجهاز يشغل ولكن لو فصلنا على الكهرباء وبقي مدة وأعدنا تشغيله من جديد سوف يرجع نفس المشكل فهمتم؟ أنسى أفصل عنه إذن عندما اعملت في التلفاز وعودت هذه المكونات اعمل معي لأن كانت المكتف بها لنقل حرارة طفيفة كانت مستجمعة القوى الخاصة بها واشتغل الجهاز قلت تمام جيد ولكن في الصباح شغلته عمل لي هذا المشكلة هذا وسببه هذا المكتفة هذه أتمنى أصدقائي أن يكون هذا الشيء هذا واضح وعليكم أن تنتبهوا من هكذا مكتفات في الباور سوبلاي المكتف المسؤول عن تنعيم الجهد الذي يشتغل به وهو الجهد الرئيسي أما الجهد الجهد البدع فهذا الجهد التانوي يعني يشغل بالكاد للمرة الأولى وتشتغل الباور سوبلاي بعدها يعني يشتغل الجهد الرئيسي الذي يغدي ثم يفصل الجهد البدع الجهد التانوي أتمنى أن يكون هذا الشيء واضح مع السلامة أصدقائي